تعلم عن بعد عن بعد مرحبا بكم في قناة فرسان التحدي قناة فرسان التحدي تقدم لكم تروسا في علم التجويد أخوكم في الله مصطفى نبيل فريد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في الحلقة الرابع عشر من سلسلة علم التجويد على قناة فرسان التحدي وكل عام وأنتم بخير بشهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابع عشر انتهينا في الحلقة السابقة من أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام النون والميم المشددتين في الحلقة الثالث عشر أما عن الحلقة الرابع عشر سنشرع في باب جديد آخر ألا وهو أحكام الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة يقول النظم رحمه الله تعالى والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسمي الشفوية للقراء والثاني إضغام بمثلها أتا وسمي إضغاما صغيرا يا فتا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واوين وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي إحنا كده قرأنا المتن بتاع متن تحفة الأطفال في باب أحكام الميم الساكنة إحنا عندنا في أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام ألا وهو الإخفاء الشفوي ثم الإظهار الشفوي وإضغام مثلين صغير طبعا أنا ما قلتش بترتيب المتن ولكن بترتيب المتن طبعا أول حاجة الإخفاء الشفوي ثم بعد ذلك الإضغام مثلين صغير ثم بعد ذلك الإظهار الشفوي تعالوا نتكلم في حكم حكم وهنشرح كل حكم كده في حلقة رغم أنهم والله يعني بوساط خالص مش محتاجين يعني إن أنا أشرحهم كل واحد في حلقة بس نظرا خوفا على ألا يفهم البعض فنشرح كل حكم في حلقة واحدة كل حكم في حلقة بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي هو له حرف واحد وهو الباء يعني إيه الكلام ده هو ميم ساكنة مع الباء ميم ساكنة يا فندم مع الباء طيب فإذا وقعت هذه الباء بعد الميم الساكنة وجب الإخفاء ويسمى إخفاءا شفويا لماذا يسمى الإخفاء إخفاءا شفويا لخروجهما أي الميم والباء يعني لخروج الميم والباء من الشفتين نحو أو مثال يعتصم بالله آمنتم بالله كنتم بآياته مؤمنين هذه أمثلة على الإخفاء الشفوي ببساطة كده شديد يا شباب مع بعض الإخفاء الشفوي دوت إحنا عارفين أنه ليه حرف واحد خلاص زي ما إحنا سمعت طبعا في المتن قال لك إيه الإخفاء الشفوي لحرف واحد ألا وهو حرف الباء خلاص كده متفقين إن الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء قال لك أو فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفويا للقراء فالأول الإخفاء عند الباء أي الإخفاء الشفوي أي تأتي الميم الساكنة ثم يأتي بعدها حرف الباء في كلمة أخرى لخروج الحروف الميم والباء منين من الشفتين عشان كده تسمى هو إخفاء شفو مثال زي ما أقول لك إيه كنتم بآياته مؤمنين الميم في كلمة والباء في كلمة أخرى خلاص يعتصم بالله أهيه الميم في كلمة والباء في كلمة أخرى تمام طيب مثال آخر آمنتم بالله تمام كده تمام الميم في كلمة والباء في كلمة أخرى عندنا حاجة أنا سبتها مرضتش أتكلم فيها في أحكام النون الساكنة والتنوين قلت أتكلم فيها في الإخفاء الشفوي هناك فرق ما بين الفرجة والإطباق هناك فرق ما بين الفرجة والإطباق والله أنا مفروض كنت أتكلم عنها في الإقلاب في أحكام النون الساكنة والتنوين بس قلت بلاش أتكلم عنها لإني هتتعاد في الإخفاء الشفوي فقلت اتكلم عنها في الإخفاء لأنهم الاثنين يعني قرابين من بعض عارفين إن الإقلاب اللي هو طبعا من أحكام النون الساكنة والتنوين اللي هو تحويل الشيء عن وجهه إن انت بتقلب النون ميم بتقلب النون ميم ويأتي بعضها حالة في الباق برضو مثال قلنا زي أم بقهم أم بقوني أم بورك وطبعا يا سادة خلي بالكم الإقلاب والإخفاء الشافو ودول طبعا برضو حركتين مقدرهم حركتين يعني الإخفاء الشافو ده أما يجي يتعامل ما ينفعش يقول لي كنتم بآياتين مؤمنين يقول لك لأ لازم 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 تغن لازم تديني حركتين أما برضو الإقلاب حركتين الإخفاء حركتين الإضغام حركتين اللي هو الإضغام بغنها خلاص طبعا الإظهار بيدون حركة زي ما احنا ما اتفقنا الإظهار بتقول الحرف كلها بيدون حركة طيب هنقول بالنسبة لي الإخفاء الشافوي والإقلاب قلنا الإخفاء الشافوي هي ميم خالصة عادي جدا يأتي وراء حرف الباء والإقلاب بتخلب النون الساكنة ميما وبتدي بعدها باء بتدي بعدها باء إيه الكلام ده الفرجة هي إيه الفرجة هي لما تيجي تقول الحرفين المين مع الباء بتقولها إزاي مثال أم بي تحس إن في ممكن تحس إن في فاصل ما بين الشفاتين شوية والفاصل ده بمقدار سن الدبوس خلي بالكم أنا عايز تخيل لإن هي بس المشكلة في الحاجة دي إن هي عايزة نظر مشكلة إن هي عايزة نظر فسامحوني طبعا إن كنت واشرح للمكفين أنا كفيف زيكم بس الفكرة إن أنا يعني تلقيتها من على شيخي هو يعني يمسك فمي قاعد يشرح لي بس أنا أقول لكم كده بالسنس وبالتخيل إن انت بتقول آمنتم به اللي هو الميم مع الباء بس فيه تحس إن في ممكن سن ده بوسي يخشها بين الشفاتين في فاصل هقول لك تاني آمنتم به تم به هبص شاف فرق طيب الإطباق هو لسق الشفاتين ببعضهم ببعض بدون كز أو بدون ضغطة أو بالعام بدون غل على الشفاتين مثال آمنتم به آمنتم به بتلزع الشفاتين ببعض ما فيش فاصل حتى ما فيش سن الدبوس إن هو يقدر يخش ما بين الشفاتين يبقى الفرجة يعني فرجة يعني فاصل في فاصل إن انت ممكن تدخل سن الدبوس ما بين شفاتينك شوف 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 الفرق والإطباق ما فيش بدون كز تقولها بدون كز أي بدون ضغطة مثال آمنتم به قل لي الفرق كده أنا عايز بس الفرق ما بين آمنتم به وآمنتم به أنا عايز أعرف آمنتم به وآمنتم به آمنتم به أهي بدون كز بس لسق الشفاتين ببعضهم ببعض لإسمه الإطباق أما آمنتم به أو في فاصل ما بين الشفاتين ولكن برضو بدون كز بس ممكن تدخل سن دبوس يعني أي فاصل ما بين الشفاتين اختلف العلماء من ناحية الإطباق في الإقلاب وفي الإخفاء الشفوي ليأنبئهم وأنبئهم خلاص من بعد ومن بعد اختلف العلماء والله يا أنا الشيخ بتاعي قرأ بالإطباقي وبالفرجة وشيخي قال الإطباق أولى للتحقيق مش معنى كده أن الفرجة مش محققة بس لتحقيق مخرج الحرف إحنا قلنا وسمى إخفاء شفوي لخروج الميمو والباء منين من الشفاتين فهو عشان يحقق المخرج بتاعه خلاص كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ عبد الحكام عبداللغطيف قال لك الإطباق أولى وكثيرا من الناس قال لك الفرجة أولى الموضوع فيه خلاف ما بين العلماء أنا أفضل الإطباق وأنا كرأت بالإجازة هكذا بالفرجة وقرأت هكذا بالإطباق والإطباق أولى وهذا الرأي الراجح ما بين العلماء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أسأل الله لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا كل من يسعى لليل المجديد هل تطلو بالعلم ولو من بعد الثياق يا كل من يسعى لليل المجديد هل تطلو بالعلم ولو من بعد فالشهد يأتي من رحيق الورد وهالة البدري من النجوم تعلم عن بعد عن بعد تعلم